اشتركوا في القناة وقدام العرش بحر زجاج شبه البرلور وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مبلوء عيونا من قدام ومن وراء والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائنه والذي يأتيه يعني الأفضل إن احنا نسمي الأربعة الحيوانات دون هنسميهم الأربعة المخلوقات الحية غير المتجسدين وأول كلمة بحب أقف عندها كلمة شبه وهتتكرر كتير الكلمة دي بعد كده وكأن كل ما يراها يحنى في الرؤية هو أشباه الحقائق لأنه طبعا الرؤية السماوية عشان الإنسان يدركها على حقيقته ولسه في هذا الجسد الترابي صعب الكاروبيم اللي هو شافهم اللي هم الشاروبيم هم نفس الرؤية اللي شافها حسقيال والشاروبيم دي طغمة من طغمات الملائكة وهم محطيم بالعرش الإلهي وقال عليهم إن الله جالس على الشاروبيم زي ما قال المزمور يعني يقول ركب على كاروب وطار يعني جالس على الشاروبيم ووصفهم إنهم مملؤين أعينا وده إشارة للمعرفة يعني عشان يشير لأنهم يعني معرفتهم تفوق الوصف والإدراك قال إنهم مملؤين عينا وهنا وصفهم إنهم موجودين في وسط العرش وحول العرش يعني هم محطين بالعرش كأن الله جالس في مجد عظيم وحواليه هذه الطغمة الملائكية وهنا بقى هنشرح الكلام اللي ألهلنا الأباء في شرح من هم هؤلاء المخلوقات الأربعة الأحياء أولا كلمة كاروبيم هي جمع كلمة كاروب وكاروب معناها ملء المعرفة وصورها هنا الرأي بأنهم مملؤين أعينا من وراء ومن قدام إحنا معرفتنا محدودة في السماء هتزيد معرفتنا أزيد بكتير لما نرى الله وجه للوجه لكن هؤلاء الكاروبيم مملؤين أعينا يعني معرفتهم عميقة ووسعة جدا إحنا معرفتنا عن طريق الأناجيل يعني بنعرف البسيح والسماء عن طريق الأناجيل اللي شبه إنسان ده بيشير لإنجيل متة لأن إنجيل متة ابتدى بسلسلة الأنساب بنسب المسيح أنه هو ابن الإنسان واللي شبه أسد ده بيشير لإنجيل مرقص أنه مرقص لما تكلم عن المسيح القوي القادر وابتدى الإنجيل بتاعه صوته صارخ في البرية أعدوا طريق الرب هكذا يعني ومعجزات عظيمة صنحها المسيح ذكرها إنجيل مرقص فيعني هنا أشار هذا الشبه الأسد ده لإنجيل القديس مرقص الرسول الشبه العجل ده بيشير لإنجيل لوقة لأن إنجيل لوقة تحدث على الكهنوت كهنوت زكريا ابتدى بزكريا الكاهن وبعدين أقدم المسيح نفسه أنه هو كاهن بيقدم ذاته زبيحة من أجل خلاص العالم اللي شبه النسر بقى ده أشارة لإنجيل يحنى لأن يحنى تكلم عن المسيح عن لهوت المسيح فطار بينا في السماء في العلو وفي الارتفاع وارتفع بينا إلى الأقدس السمائية كأنه نسر قوي جبار صعد إلى السماء بالمعرفة بتاعته فمن خلال الأنجيل الأربعة بنتعرف على شخصية المسيح بعض الأباء أشار لأن الأربعة المخلوقات الأحياء دولت بيشيروا لعمل المسيح الفدائي يعني شكل إنسان ده بيشير لتجسد المسيح طيب يقول لشكل العجل ده قال ده بيشير للزبيحة المسيح لما أقدم نفسه زبيحة من أجل خلاصنا وقال له وجه الأسد ده بيشير للقوة والقيامة للمجد بتاع قيامة السيد المسيح طيب والنسر قال بقى ده بيشير بقى للارتفاع والصعود صعود المسيح إلى السماء وهكذا المسيح بعمل الفدائي قدر إنه هو يصعد بنا إلى العلاء ويسكننا معاه في السماء وبعدين بعض الأباء برضو شرحوا تاني وقالوا إن الأسد ده بيشير للقوة العضلية للإنسان والإنساء واللي على وجه إنسان بيشير للعقل للزهن للقوة العقلية طيب والعجل ده بيشير للقوة الشهوانية الحاجات العاطفية النفسية طيب والنسر ده بيشير للقوة الروحية لأنه عالي ومرتفع والإنسان بيرتح بالله ويرتحد بالله لما تتقدس كل حواسه وتتكرس لله فهو عن طريق قواه العقلية بيدرك معرفة ربنا وإرادة ربنا في حياته وقواه العضلية بيقدم خدمة وتضحية من أجل الله وبقواه النفسية والعاطفية والشهوانية بيقدم طاقة حب وفرح للخدمة طيب وطاقة الروحية ده بقى بيتصل بيها بالله والروح القدس بيتصل بالروح الإنسانية ويقدسها ويسخرها لخدمة المسيحة وعن هذه الطريقة يصل للنسان إلى عبادة الله بالروح زي بولس الرسول لما بيقول الله الذي أعبده بروحي بعض الأباء التانين أشاروا لأن هذه المخلوقات الأربعة الأحياء كان الهدف منها أن ندرك أن الله له طاقة فوق طاقة الإنسان فصورهم في سورة الأسد عشان نحس أنهم قوة جبارة تفوق قوة الإنسان وصورهم في سورة العجل عشان نرى سورتهم هما يعملوا بلا كلل وبلا تعب وفي سورة النسر عشان أن لهم رؤية ثاقبة ما يقدرش عليها الأنسان وسورة الإنسان عشان نرى فيهم سورة الحنو والشفق والعقل وكل الإمكانيات دي بيأخذها الإنسان لما الله يسكن فيه فتصير له مثل هذه الإمكانيات الغير عادية وربما هذه السور بيعكسوا لنا صفات الله فالأسد بيشير لنا لقوة الله غير المحدودة والسيد المسيح أشير إليه أنه هو الأسد الخارج من صبت يهوزة جاء لكي يدافع عن أبناءه في الكنيسة وينقذهم من حيال الشيطان ومن عبوديته زي الأسد ما بيدافع عن الأجبال بتاعته والعجل أن الله لا يكف عن العمل بلا كلل وبلا تعب والمسيح قال أنا أبي أعمل وأنا أعمل وأبي أعمل حتى الآن وطول الأناه والصبر والنسر عشان يشير للسمو والارتفاع والإنسان عشان يشير إلي حنان الله ولطفه وشفقته على العموم بعض الأباء الآخرين أشاروا أن هؤلاء المخلوقات الحية الأربعة بتقوم بعمل الشفاعة فاللي شبه الإنسان بيشفع في جنس البشر واللي شبه الأسد بيشفع في حيوانات البرية واللي شبه العجل بيشفع في حيوانات الحقل والنسر بيشفع في طيور السماء ونلاحظ هنا حاجة مهمة أن الكاروبيم لهم ستة أجنح يغطون أجسامهم وزي ما الأداس الغرغوري بيقول أنهم بجناحين يغطون وجوههم وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين ده معنى إيه؟ معنى أنهم يعني نوع من التوقير والقداسة والإحترام أنهم وقفين أمام العرش الإلهي في خشوع وفي هيبة وفي تقدير وفي إحترام وفي استعداد كامل لتنفيذ مشيئة الله لهم بيطيروا بجناحين عشان ينفذوا مشيئة ربنا وحتى الكاهن أثناء ما بيصلي الحتة دي في الأداس في كل الأداس يعني حتى في الأداس البسيلي برضو بيروح ماسك لفافتين على إيده ويرفحهم كده كأنها أجنحة أجنحة الملايكة بيطير بيها في السماء فهؤلاء الكاروبيم لهم ستة أجنحة يؤدون بيها وظيفة همة جدا نرى أيضا لما أنا نذكر طغمة الكاروبيم نفتكر حاجة مهمة جدا في سفر التكوين الكاروبيم اللي كان على الجنة بعدما أخطأ آدم وترد بالفردوس هو حواء ويقولك وأقام الله كاروبيما لحراسة طريق الفردوس عشان إيه بقى كان الهدف أن الإنسان ما يدخلش ويأكل من شجرة الحياة فيحيى إلى الأبد وهو في هذه الحالة المزرية من العصيان والخطية فهل هذا الكاروبيم كان ضد الإنسان ولا كان مع الإنسان أكيد كان معاه وكان بيحبه وزيما الأباء شرحوا أن هذا الكاروبيم كان شاهدا على رحمة الله أنه هو خايف على الإنسان لألا يأكل من شجرة الحياة فيحيى وهو في حالة الخطية نفس هذا المعنى جاء في تابوت العهد في خيمة الاجتماع بعد كده في هيكل سليمان لما أمر الله موسى أنه يضع كاروبيني فوق تابوت العهد المغطى وهناك دم الكفارة فكان هؤلاء الكاروبيم بيقوموا بالشهادة على رحمة الله ومحبته الغافرة للإنسان وظيفتهم إيه؟ وظيفة الكاروبيم أنهم بيسبحوا ربنا باستمرار ويقولوا قدوس 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 ونفس الرؤية دي شافها أشعياء في أشعية ستة ذكرت تسبحها ثلاثية بيردد فيها كلمة قدوس ثلاث مرات ربما كانت مقدمة للإله المثلث الأقانيم ولكن المعنى موجود في اللغة العبرية أنه لما نكرر كلمة ثلاث مرات بتعني القداسة اللي ليس بعدها قداسة يعني نعطي القداسة الكاملة المطلقة إلى الله ونلاحظ هنا في هذه التسبيحة أنهم لم يطلبوا شيئا لأنفسهم لكن مجرد التسبيح والشكر لله على عطاياه وعلى محبته وعلى قدرته وعلى مجده وعظمته هكذا نحن سنكون في السماء نسبح الله لا نطلب شيء ولكن نصلي ونسبح الله ونمجده على عمله وقدرته العجيبة ودي بتورينا أن احنا محتاجين أحيانا لما نصلي نصلي ونسبح ربنا ونمجد اسمه لمجرد التسبيح لا لهدف ولا لرغبة ولا لطلبات ولكن من أجل تمجيد اسمه الله نهارا وليلا دي معناها معنى مجازب معناه كل الوقت لأن السماء لا فيها نهار ولا فيها ليل والقدر على كل شيء يعني الله تضابط الكل نكمل مع بعض إراءة الجزء اللي فاضل من صحر الرابع وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكراما وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين يخر الأربعة وعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويترحون أكليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت هنا بقى بنشوف الأربعة وعشرين أسيس ليهم عروش جالسين عليها وليهم تجان وبنجد أنهم يطرحوا أكليلهم أمامهم ويسجدوا لله وسجودهم بيعلمنا أن الإنسحاق والإتضاع هو أقصر طريق للإقتراب إلى الله وأنا نفسي نتعلم درس جميل وإحنا وقفين في الحتة دي من الخضوع والسجود لله إحنا بنروح نصلي في الكنيسة قاعدين على دكك مريحة وساعد السجود يدوبك بنوطي راسنا كده حاجة بسيطة وبعضنا بيروح قاعد وروح حاطة سند دماغة الدكة اللي قدامه لكن السجود بقى اللي هو أن الإنسان يركع على ركبه وراسه تنزل في الأرض المطانية يعني المطانية ده نادرة ما إحنا ننفزه فنفقد الخشوع ونفقد الخضوع والهيبة أمام الله لكن هنا الأربعة وعشرين قسيساً دول بيعلمونا أن السجود هم وطرح أكليلهم أمام الله تواضعاً منسحاقاً بيقربهم إلى الله أكثر من الله يقترب من المتواضعين والمنسحقين زي ما بيقول في أشياء في المودع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين الناس المتضعين المنسحقين أمام الله هو اللي ربنا بيرفحهم لكن الإنسان العكس كده المتكبر اللي رفع دماغه لا يمكن أنه يلتقي مع الله وحكاية طرح الأكليل ديت يعايزين يعني بيقولوا بيعلنوا أن كل الفضل اللي عندهم هو من الله وده تعليم كويس جداً لأنه بيتطفق مع كلام السيد المسيح أنه لما بيدعونا أن احنا نختار المتكآت الأخيرة لا نطلب لأنفسنا كرامة ولا مكانة ولكن نفرح بالانسحاق بعد ما شفنا سورة العرش الإلهي وصفه لنا يحنا الرأي زي ما شافه بالظبط عايز أقول لكم نتيجة مهمة أو هي أن الكنيسة اللي احنا بنصلي فيها وللمسيح سبهلنا على الأرض وعايشين فيها هي عبارة عن أيقونة السماء هي عبارة عن صورة من السماء بالظبط أقول لكم إزاي الرسول شاف العرش الإلهي والله جالس عليه والكنيسة فيها المسبح عليه جسد ودم ربنا متحدين باللهوت الرسول قدام العرش شاف سبعة مصابيح متقدة بنار والروح القدس بيعمل في الكنيسة من خلال أسرارها ومن خلال سماره في المؤمنين ومواهبه وبيبلق الكنيسة وأفرادها وهو اللي بيقود الكنيسة الرسول شاف البحر الزجاجي قدام العرش والكنيسة فيها المعمودية الرسول شاف أربعة وعشرين قسيسا في السماء والكنيسة مليانة بالكهنة القصوص الرسول شاف السمائيين بيرفعوا البخور أمام العرش وإحنا في الكنيسة الكهنة بيرفعوا البخور لله عبارة عن صلواتهم المرفوعة من أجل المؤمنين العرش كان محمول على الأربعة مخلوقات الأحياء دول رمز للإنجيل اللي بنقراه في الكنيسة باستمرار الشموع المضاءة تمثل الملايكة وفي بعض أجزاء في القداس الإلهي الكاهن بيخفي وجهه بالمنديل أو زي الشربين ما بيعمل أو أحيانا بيشيل لفايف على قد ويرفعها بالضبط كأنها أجنحة يطير بيها الرسول سمع تسبيح كثيرة جدا في السماء والكنيسة مليانة بالتسبيح عشية وباكر والأداس مليانة بالتسبيح ونصف الليل تسبيح كثيرة فاللي بيعيش في الكنيسة بيعيش في جو السماء ولن تكون السماء جديدة أو غريبة عليه ده أنا عايز أقول لكم استنداج أكتر من كده إن الله أسلوبه هو وهو ما تغيرش زي ما كانت الصورة في العهد الأديم في الهيكل في الخيمة الاجتماع وقت كده في الهيكل هكذا في الكنيسة فالله ليس عنده تغيير أو ظل دوران زي ما وصف رسالة يعقوب فمثلا عرش الله كان بيقابله قدس الأقداس وتبوت العهد السبعة مصابيح المضيئة كان بيقابلها في الخيمة المنارة المنارة كان فيها سبعة أفرع مضيئة البحر الزجاجي كان بيقابله بحر النحاس اللي فيه مياه في مدخل الخيمة الأربعة وشيئة قسيسة بيقابلهم الكهنة الخدام الثياب البيضاء للكهنة هيهية ما تغيرتش البخور موجود كان فيه مسبح البخور في خيمة الاجتماع وفي الهيكل الكاروبيم بيمثلهم الكاروبيم اللي كانوا فوق تبوت العهد والهيكل كان مليان تسبيح وصلوات ومزامير هكذا في السماء كانت هناك تسبيح كثيرة جدا فلعاقاتنا مقارنة بقى بين التلت حاجات دول بين الرؤية السماوية اللي شافها يوحان الرأي وبين ما هو حادث في الكنيسة وبين ما كان هو موجود في العهد القديم نجد أن الله هو هو سورة الله هي هي وإرادة ربنا هي هي كما كانت في العهد القديم هي في العهد الجديد أيضا فلو شفنا أن الله كان جلس على العرش في الرؤية ففي الكنيسة جسد وده من المسيح المسبح وفي الهيكل كان تبوت العهد في قدس الأخباس لو شفنا سبعة مصابيح مقضب النار أمام العرش في الكنيسة شفنا روح الله القدس بيعمل في الكنيسة ونخل الأسرار السبعة وفي العهد القديم شفنا منارة زاتة سبعة أفراء في الخيمة وفي الهيكل بعد كده وفي الرؤية لو شفنا البحر الزجاجي ففي الكنيسة فيه المعمودية وفي الهيكل كان فيه بحر النحاس في المدخل في الرؤية شافة 24 قسيسا في الكنيسة فيه الكهنة وفي العهد القديم كان هناك أيضا كهنة كان لهم ملابس بيضاء برضو كان في الكنيسة الملابس بيضاء وفي العهد القديم كانت الملابس البيضاء في الرؤية شاف القصوص بيرفع البخور في الكنيسة أيضا نقدم البخور وفي العهد القديم كان أيضا الكهنة يرفعون البخور وكان هناك مسبح البخور الكاروبين كانوا على هيئة أربعة مخلوقات أحياء كنيسة فيها أربع أناجيل أربع بشاير نرمز إليها بالأربع وجوه وفي العهد القديم كان الكاروبين فوق يظللان على تابوت العهد السماء موطن للملائكة زي ما شافها يحن الرائي الكنيسة فيها شموع مضيئة ترمز للملائكة وكان في خيمة الاجتماع كان الكاروبين في قدس الأقدس في السماء شاف تسبيح كثيرة جدا والكنيسة فيها تسبيح وفي العهد القديم امتلأت الخدمة أيضا بالتسبيح وهكذا نرى صورة الله هي كما هي يتبارك الله في الكنيسة المقدسة لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة